السلام عليكم كديري لبس عليكم اموركم عنيا اتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبة اليوم ان شاء الله هو نهار العراطة هنتم غدي تشوفوا معي نهار كيف اشتاس اول حاجة كيف فقط بديت باش نوجد الحشوة خديت هنا واحد جوج دي الاواني درت فيهم شوية الملحة و شوية العطرية دي الحوت و غدي نجي واحد درت فيه شامبينيون العسود و درت فيه ثلاثة المربعات دي الشعرية الصينية هنه هاد الكنتية جوج غنستعملون في الحشوة و واحدة مربعات دي الشعرية الصينية غنستعملها في الشربة دي الحوت اللي غدي نصاب ان شاء الله خديت واحدة المقيلة درت فيها شوية دي الزبدة هنه ممكن تدروا السيد البلدية او لا ممكن تخلطوهم بجوج يعني كيبقى لكم الاختيار اللي بغيتو لانه هنه الحوت غدي نعمرها بشارية الصينية و بالكالامار و الكروفيت مهم خديت الكالامار و الكمية اللي بغيتو المهمة على حساب القيس دي الحوت اللي عندكم و عندكم ميزانكم هتقطعوها هكا شوية طويلة مهم تقريبا الكلامار على حساب وش كبر و اللي صغر عندكم و جيت اضفت لها معلقة ديال ديك الشرمولة للحوت اللي ادرت معكم البارح اللي كنا حطفنا بها في التلاجة سافي و غدي نخلط مزيان من بعد غدي نجي ناخد وريقة سيدنا موسى غدي نضيفهم كذلك مع الكالامار و غدي نخطأ لهم نخلي حتي طيب واحد شوية ما غيحتاش مني صراحة ما نخليش طيب مئة في المئة حيث ما زال الحوت غيدخل الفران و غيكمل طيب غير الجاد اللي نحسبيها كشرب الشرمولة ذاك الشامبينيون نوار اللي كنا رقدنا من بعد ما تحلم مزيان و غسلتم مزيان مهم على حسب كل ماركة و هي كيلي كتكون عمر بزاف بالرملاء كيلي لا مهم غسلتم مزيان حيث تمنوا ذاك رويس البيض اللي كيكون قاسح ما كيباش يتمدغ و قطعتوا و ضفتوا كذلك الخليطة ديال الكالامار هنا في هذا اليناء هدا غدي نصيب الشربة درت زبدة عفوا درت الكالامار شوية الملحة الصينية شوية الملحة العادية و شوية سكنجبير و خليته تحرط في ذاك الكالامار مزيان هنا يدرت ذاك الشربة او المراق ديال الكروفيت التسخن مزيان و جيت صفيته باش غدي نمرق الشربة ديالي و صدقوني هاد الخطوة هادي كتعطي واحد لبناء غزالة في الشربة عكس الى درت المال عادي و من بعد ما حسيت بدك الخليط الكالامار و شمبينيون جيت هنا اضفت كمية الكروفيت بالنسبة لما تجاوزوا هذا المرحلة و جمعوا الكالامار و الكروفيت و باقي المكونات كاملة و اضفتهم الشرمولة بلا تشحر بلا والو لان اصلا سوف يدخل الفرن و كل شيء الخير سيكون طيب ولكن انا هكذا اضفتهم شحر المكونات كاملة باقي المرحلة باقي المرحلة باقي المرحلة حاولتها نخلط مزيان باقي المرحلة باقي المرحلة و الشرمولة حيث الوريقات الجلسة و سنضيف الشعرية الصينية بعد ما صفيتها و قطعتها و نحاول نخلط و نزيد الكيمية و لا تخلو الشعرية تغلب اللهم يكون قليل و هذا كل شيء يبين و نبنن كل شيء او الشعرية غالبة على العمارة و نضرب كل شيء في الزيرو المهم هنا سوف نكتفي و نضيف طباقي الشرمولة و نضيف كذلك الزيت البلدية و نضيف الخالط مزيان و لا نحتش باقي المرحلة باقي المرحلة باقي المرحلة و نضيفها جانبا باقي المرحلة قلت لكم عمري لم أخذت مني العراضة هذا الوقت القليل أبدا مع العلم أنني ادي بحدي و تصدف لي العراضة مع البروغرام اللي كنت لكم دير النشف خديجة الحلويات هنا يرغنط شوية بكري باش نحاول نقص علي الخدمة باش نبقى لي الوقت فين غادي نمشي معا و انا اشراكي كل كور و صدقت ما جيت تلتاة و نتسادي كلها و بقيمت بوعها بالشغل مهم من بعد ما قطبت تقريبا كالامارنس طيبة هي فينسة شامبينيون الأسود مقطع و اكيد حيدنا لذكر الرويس و خليتوا تقريبا 1 ربوع ساعة عاد شي تضفت الحوت مقطع و نخلي طريفات شوية باينين خليتوا 10 دقائق و طفيت عليهم شي تخرجت الحصة دي للطبخ و كانوا هدو هما الأطباق او لشكيلة دي الحلويات درنا كدلك تمار معمر بريستيج صراحة كانوا شكيلة غزانين شكيلة كينين بعد شكيلة لأول مرة صراحة كان شوفهم كين البناء اكيد وهدي واحد الغريبة جات غزالة باللوس هدا واحد شكيلة كتكون فيه الكنافة والنوازيت بمدق ديال الفريز شكيلات كي قلت لكم ديجا ديال طمار معمر مهم هانتوما كتشوفوا شكيلات البزاف تبارك الله الى ما شاء الله كانت تدرت لنا بزاف ديال شكيلات هدي فيها النوقة بريستيج و لماكاغون و صراحة الطريقة اللي وراتنا لماكاغون جوا ناجحين وراتنا بالتفصيل و ان شاء الله سوف نتبق معكم الوصفة الماكاغون في القريب ان شاء الله سوف ندرها معكم سوف يأتي البطار كان جري اول حاجة درت خلطة الحشوة وانتوما كتشوفوا بقى بجلابتي ما حيتها نهائيا جبت الحوت من ثلاجة وحيت تدرك الوريقات اللي كنت درت فيه سيدنا موسى و كنحاول هكا باش نعمر و العمارة اول الحشوة كنحاول ندخلها لداخل باش تجي الحوت عامرة بزاف لان اضطريت باش ندير هات الطريقة هادي نخلي الحوت عامرة بزاف و محلولة لان الحوت كان عندي صغير لان اردته البلران قلبت الحوت لان الجهة اللي فيها سنسل هي اللي واليتها لتحت اول ذاك العظم يلي واليتها لتحت باش ننيت طيب الحوت ونجين بنحيدهم من الفران ما يعد بنيش الجهة التحتانية كتكونها كشدة فرصها العمارة درتها كدلك حتى من جهة الراس مهم ما غاديش نسد الحوت كي يقول لكم حيث الحوت الصغار لا جيت نسدهم غا يبقى وخاويين جيت هاد الشرمولة غزالة لبنات في هادك اللوغو دي اللبس طيلة احماقوا عليها جربوها وردووا علي الخبار انا منعلمتي ايكوش الحوت الفران نهائيا ولكن هاد الطريقة هادي كان ناكله مهم درت ورق الطبخ ومن بعده درت بابياليمينيوم دخلتها للفرن على ميتين درجة وخليتها جيت هنايا غادي ندور الحريرة بالطريقة العادية ميزينة ولماء وخلطتها مزينة وضفتها وبقيت كان حركتها حصلت على القوام اللي بغيت من بعد جيت اضفت السوس نيو كمام والشعرية الصينية اكيد مصفية ومقطعة هنا فقط مربعة واحدة الى لاحظت طولنا زيت كمية الماء لان ذاك المرق كان مكفانيش ودرت لمح تغلى اضفته خليته شوية جيت هنا اضفت الكروفيت الكروفيت كي يبقى اخر مرحلة تقريبا نضيفه اضفة لانه لا يحتاج الوقت بالزافرة وقال ان نضيف الربيع الربيع تقريبا من الأول لكن انا اضفت لها لانه اضفت لا نضيفه نهائيا ضفت صلصة السوجة وضفت صلصة المحار تبقى اختيارية ولكن نرى هكا تشكل فرق كبير انتو مشتوريتكم الحوت القياس نجعلهم مربعة كبار باش يجعوا بينين هنا بالنسبة الحشوة تبصيلها طريفة مقطعين صغيرين الملحة بزار سكين جبير اضفت اضفت عصير الحامض وشوية معلقة الموتارد ورطيت كل شي على النار كخيم باتيسية قسمتها على جوج ونصدفت ليه معلقة الحامض ونصدفت ليه الكاكاو مغربل كنخلط مزيال الكريمات كنحصل على واحد الكريمات بالنسبة لكيش هنا يرى كنزرب اول حاجة كنديرها كندير الموتزاليلا في القاعد لكيش ممكن انكم تدهنوا الكيش بشوية الموتارد من التحت وتيجيزين كنحط الحشوة لاندي نحاول كمية لاندي نفرقها على الكيش انا البيتزارة من بعد نضيف لابا غاية كندير فيها ثلاثة اربعات البيضات وكريمة وضيفها ودخلتهم الفرنة لتحمره عدرت ليهم شوية الفرنة محكوك من الوجه وهذه هي الطبيلة اللي احطت للضيوف ديعلي هنا كيف ممكن تشوفوا لعبت بالنسبة للتام دخلت الدوري والارجنتي انا طريقتي في البرزنتاتي بالنسبة الرمضان الضيوف اول حاجة كنديرها هو كنحط الحريرة او الالاسوبة او الاشنو اليديرا مع المملاحات يعني ما كنجيش كنحط كل شي في الطبيلة كي يجدك شي ما عفتش كي يجيني انا مرون انا هكا كنفضل هكا تحط البلاء اللي اول حتى يأكلوه الناس او ليشربوه مع المعسلات اكيد رمضان لما تخطوناش احنا المغربة ممكن نحط معهم طميرات شباكية البريوات السيغار المهم هذك الاساسيات اللي كي يكون عندنا دائما في الطبيلة بالنسبة للطبيلة الصغيرة درت فيها هنا لا بقيتش لي الوقت صراحة باش نجيل الحلو درت هنا يحطت بلاديا التيسير اللي بغاش حاجة ياخدها وبالنسبة للطاقة راح غير زربتها اليوم وليت دركني الوقت صافي ما مزينتهم بالتحاجة كان عندي شوية الفيتين درتوا لهادوك اللي بلوغو ديالشوكولات والاخرين اللي بسيتخون درت فوقهم حبيبة ديالشوكولات احطت هنا العصير درت لها فوكا مع المختل اللي كاتجي زوينة وقاتي اكيد هذا المرق اللي كانت طلق لي الحوت في الطاوة شديتوا درتوا في كاسرونة وخليتوا تيطبخت تختار مزيان وانتو ما كاتشوفوا الحوتة ما نعودش لكم مشاهدكم اللي بناتجربوا هالطريقة وردوا عليها كاتجي غزالة بالنسبة للخضر صوتيت شوية ديالخزو البروكولي اللي شو دي بروكسل واللوبيا ها ديالخضر اللي كانت عندي قضيت باللي كاين اكيد في ورطهم عادت صوتيتهم في المليحة وبزار وشوية ديالحامض وشوية ديال هكا التومة ببودر ها داك المرق شديتوا خويتوا على الحوتة وحاولت خصوصا خوي على البنصة اللي فيها الشرمولة باش هكا تزيد تشرب ديالبنا قضيت كذلك اللي مني كيش شديت شوية ديالكروفيت وشوية ديالكالامرق طريفات صغر صوتيتهم في شوية زبدة مليحة شوية ديالعطريات ديالحوت وقدرتهم في الكيش وقدرت لهم الباغاي وشوية ديالفرماج جاو غزالين وهناي هدو كليكروفيت هم صوتيتهم في شوية ديالملحة شوية ديالبودر وشوية ديالعطريات الحوت جاو البلا غزال ما شاء الله ومن بعد حطيت هنا المملحات اللي دجا شوحتوا مني كنت كنحضرهم درنا لي ميني بيتزا درت كذلك لي ميني كيش ودرت لي ميني بورجر هما اللي ما صورتش معكم حيط طريقتي في البورجر كيف كان طيبها في الفران باش هكذا دغية كان سالي كانت هدي العرضة ديالي 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 هدو من الأطباق اللي قدمت للطيوف اتمنى اني نكون اعطيتكم هكا افكار ايووس هنا يا ساليت الحمد لله روينتي هذه البلايسة خاصة بالقطيط بالمكلة دياله عالطالية ما يعني في المجاه الجوع باش ميبقاش كيدور كي يأكل باش ميبقاش الحمد لله ما لقدش معاه مشكل كيمشي للطوال تدياله كيمشي وخواه باقي صغير يلا عندو شهرين اه هنا يكيشت الكوزينة جمعتها وهذه احسن لحظة عندي من بعد ما تكون شيئ اعراضة ولا شيئ حاجة احسن لحظة عندي ايوه فاشكا نخلي الكوزينة والدار كاملة هكا ما تعرفوا الحوت صعيب يجب لك ربي قاعد اثنية وقاعد اثنية فيها ريحة الحوت رهما تهنيت لتشمت ريحة جافيل وهنا يا وخاة ندير الخامة ما كتبغي الجافيل وكل شيئ ولكن اكيد اكيد نديره من قاعد نشد واحد كلينيكس او البابي كندير فيه شوية زيت وكنعود ندوزه من فوقها حيث ما يقضي لها خلطة حاجة هنا ضروري لغسيله جافيل سافيكي قلت لكم مسحت هنا كل شيئ تهوى بجافيل درت تصبينا الحويج اللي كانوا عندي تصبنوا كل شيئ درتهم في الشبكة حليت الماكينة ومسحت ديك الجلدة باش نحافظ على الماكينة ديالي ونرويناها في ان بقاته كل شيئ جمعته هذا البلاكر هو اللي بقالية منيك تكوني خدامة ومدروكة بالوقت راكتوا اللي غير هزلوح هنا يا دير هنا هنا المهم كي نروينا في هذا البلاكر ما قدتيت عليه اليوم عيت الجهد اللي كان عندي الله باش طرفت ضرور جمعته سيقته نقيت اثنية وهذا هو الاساسي كان هذا هو نهاري هكذا تقسمته معكم كيف ما كان هنيا غادي نقول لكم السلام عليكم خليت لكم راحة البال ورمضان مبارك سعيد وعيد مبارك سعيد اللي يدخلوا عليكم باش مما تمنيتوا ان شاء الله مبارك سعيد